يا سادة نحن كلنا يحب الرفع لدين الله والنصر لدين الله وكلنا يسعى لإثبات وسطية هذا الدين وأن هذا الدين هو الحق من عند رب العالمين نفرح كثيرا حينما نجد رجل دخل في الإسلام نصل في فرحتنا لعنان السماء لأنه علم الحق واستبان الحق ديننا لا يقوم على عاطفة في دعوة بمعنى آخر وصلتني رسالة قبل يومين الناس فرحت بها وابتهجت بها عنوان الرسالة كان رجل من ألمانيا كتب رسالة أو ما يسمى لاسق في سيارته كتب كالآتي الرجل هكذا الناس فرحت بها وتناقل نحن معشر المسلمين تناقلنا الرسالة كثيرا لأريك أننا نبني دائما الدعوة على العاطفة لا نبنيها على العقل فوصلت الرسالة في الواتس أب وقربات الواتس أب رجل من ألمانيا كتب خلف سيارته كالآتي كتب الرجل لا يملك فيسبوك لا يملك واتس أب لا يملك انستجرام لا يملك تويتر ويتبعه مليار ونصف رجل في العالم إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فريح الناس وأهل الإسلام قاطبة بهذه الصورة التي حركت المشاعر لكن لما وصلتني قلت أقل رجل على غير دين الإسلام يستطيع يرد علينا يستطيع أن يكتب كالآتي رجل بلا انستجرام ولا واتس أب ولا فيسبوك ولا تويتر يتبعه أربعة مليار رجل إنه عيسى عليه السلام يا سادة نصرة الدين ليس بالأكثر وليست نصرة الدين بالعاطفة نصرة الدين أن تحكمها هنا عقلك وتخاطب العقول هنا يظهر لك معدن الجهلاء من معدن العقلاء نحن علتنا الآن نتمايز ولا نستطيع أن نتمايز في من العاقل وفي من فيه الجنون في من يستطيع أن يوزن الكلام والأمور وفي من يتخبط هنا وهناك هذه علتنا في هذا الزمن سأضرب لكم يا سادة مثلا نحن دائما ما ندافع عن اللحاء أكثر من دفاعنا عن وسطية الإسلام ندافع عن تقصير الثياب أكثر من دفاعنا على أن الإسلام بريء من هذا الإجرام أصبحنا نهتم بالقشور نقاتل من أجل النقاب كأنه ركن من أركان الإسلام ولا نقاتل من أجل صيانة القوارير العفيفات الطاهرات اللواتي مزقت كرمتهن باستخدام سلطة الرجل بالإسلام هذه علتنا نعم وأكون من أزدج الناس وأكذب الناس إن لم أقولها على الواقع هذه علتنا يأتي الرجل ملتحياً ويلبس ذاك البش يدافع عن نقاب المرأة وفي نفس الوقت يأمر المرأة بالحبس وعدم الخروج للأسواق ويسقط عن المرأة ما يسقط ويرى أن المرأة قاصر ولابد من الرجل يقوم عليها وولايتها إلى النهاية هو نفسه ذاك الذي يدافع عن النقاب ويأتي رجل آخر يدافع عن اللحة بما أعطاه الله من قوة واللحية واجف في دين الله واللحية واللحية واللحة وقال صلى الله عليه وسلم وفر له حوار وأخلاقه لا تمتلي محمد صلى الله عليه وسلم بل تمتلي أبي جهد ويأتي آخر يجادل ويقاتل على إثبات تقصير الثياب وأنه من السنة وما دون الكعبين يا شيخ في النار ويقاتل من أجل تقصير الثياب وأن السنة ليثبت أنه الحق ولسانه لا يقوى على تقصيره في أعراض الناس هذه علتنا نهتم فيما يبرز للناس على أننا ملتزمين نهتم أن نبرز للناس أنا على السنة كيف أثبت للناس أني على السنة فأطلق اللحة وأقصر الثياب وأبرز أنا على السنة فاستمعوا لي وننسى الجوهر لو كان دينه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينتصر باللحة لكان الحلاق أكبر عدو للإسلام لو كان دينه محمد صلى الله عليه وسلم ينتصر بتقصير الثياب لكان الخياط أكبر عدو للإسلام لا يا سادة ما وصل الإسلام لأندونيسيا وماليزيا إلا بأخلاق التجار بأخلاق أجدادنا يا سادة جل من دخل الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وليس بثوبه كل من دخل الإسلام أغلب من دخل الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك هذا هو الإسلام فنحن الآن لا نعلم من العدو من الصديق لا نعلم ما الطرح الذي يجب أن يطرح في عقول الناس ممن لا يجب أن يطرح في عقول الناشية فنأتي لنهتم بالقشور ونبرز القشور على أن هذا هو الإسلام لماذا؟ ليصبح التصنيف على الإسلام بالصورة فأنا مجرد أن آتي وأجلس على الكرسي هذه وأضع قدم على القدم أستطيع أن أميز لك الآن أنا الآن إيتي لي بدعاء وأجلس وأضع قدما على قدم من غير أي سؤال أستطيع أن أقول لك هذا اللباس هذا الرجل السلفي وهذا صوفي وهذا إخوانجي وهذا أميزهم على اللباس يا أمة نتمايز بلباسها يا أمة أصنفكم بلباسكم قبل أن تتكلموا هذا الذي آرادوه يا سادة هذا الذي آرادوه أن نصبح نعلم نعلم من أنت قبل أن تتكلم فأصبح اهتمامنا بالمظهر لا بالجوهر فأسألكم بالله كيف بأمة أن تنتصر كيف بأمة أن تنتصر وهي ترى أن دينها دينها وعقيدتها وأن منهجها ربط بالصورة لا بالجوهر كارثة إلا من أتى الله بقلب سليم نحن لا إلا من أتى الله بالزي السليم هذا أصبح شعارنا في هذا الزمن لهذا نضف عقولكم الكلام طويل وكثير لكن خير الكلام ما قل ودل هذا الذي عندي وسأل الله أن تصل الرسالة لصميم قلوبكم وأعماقكم حتى تعلموا أن لسنا نحن عدو للإسلام ولا بعداء للسنة لكن عداء لأصحاب الأفهام السقيمة التي تريد مننا أن نرى الإسلام بقطعة قماش لا بقلب ينبض فمرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج المسلمين والمسيحيين واليهود برنامج كل إنسان يريد الحياة من رحيق الإيمان اشتركوا في القناة